إذا لتقيت بالرئيس لاسر شو بدي قيله؟ شو بدي قيله؟ يعني أنا من الناس اللي كان عندي أمل فيه هو صغير هو من قدي عاش فترة بلندن كان يأخذ المترو كان عنده لنقول تفاهم لمشاكل الناس، تفاهم لأوضاع الناس تفاهم للحرية كمان إدي عاشة بلندن دخلت بيوت قادة عرب ومشايرين العالم صورتهم، صورتهم يعني بيحلي حلوة كتير ما صورتهم بطريقة تأديل شو بدي قيله؟ مين حبيتنا للأشخاص؟ يعني أنا من الناس في منهم بيبدوا أنه حقيقي عاشة مع رؤيتهم، كان يأخذ المترو كان عاشة هل حقيقة، هاي مسايل بأوضاع الناس يعني في يعطيك مثلا بسيط الأمير الوليد من طالعه يعطيك وقت وبيلعب اللعبة اللي قام نحكي عنها بس تكتشف بعدين أنه تقريبا كل شي كان مبرمج ومكتوب مين حبيتنا للأشخاص؟ لو كان اليوم عمار عبدالله موجود بيغزة، شو كان بيفكر هال حالات هاي دائما بحب وبيجرّب انقلل صورة معاناة المدني وبيلعب اللعبة، بس تكتشف بعدين ضحايا التاريخ أكيد يعني تقريبا كل يصار اليوم نحك ومكتوب كل ناس بيعرفوا المنطقة وصلنا قدي عشرين سنة يمكن ما نقول ايام ترى حيصير هيك شي عمار عود ربو مرحبا وهلو السلام فيك بأحاديث مع لي كاردو كرم أهلين فيك كيفك اليوم؟ أحسن من المنطقة صعب نقول منيح بالعدم نقول منيح الحمدلله هلأ صارت أصعب وأصعب بس الصحة منيح هاي همشي العالم كله حالته سيئة لكن اليوم اكيد اللي عم نعيشه عشنيه بغير محلاته وبغير معاته وبغير دول وانت بشكل خاص انت كمصور، كمراسل انت عشت زلازل عشت عصير عشت حروب شفت الموت علفت معه صراش زي من حياتك شو أكتر صورة راسخة بزهنك عن مشهد ما بينتساه من الحروب كلها؟ كتار 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 بس اللي لنقول صورة بتضل كتير كتير براسي وهي صورة عن الناس بتفكر إن كنه جساس أو شيه كتير عنيف بس العنفة وقت بيكون بصورة مشكل عنيف بس هي كتير مزعجة أو صورة ما قدر تلتقطها على قد ما كانت مزعجة بالعربعة وتسعين بسرايبو وقت الحصار سرايبو كان يوم عيد الأضحى ويوم عيد الأضحى في جمعية عاملة أضاحة لابحة بقر وعم تقطع البقر وتوزع للعيال وفي بنت صغيرة إن كان عمرها خمسة وست سنين جاي أختي قطعة اللحمة وكان الحصار صدوا أشهر بسرايبو وبتفتحها وبتطلع فيها بتحط إيدها هيك عليها بشكل واضح إنه ما بتعرف شو هي ما شايفة شو اللحمة ما عندها فكرة هالمنظر اللي ما بعرف هو يذكرني بطفولتي وطفولتي بالبنان وصلاة الحرب والملاجئ وهالقصص هو لأنه في البراءة والحرمان يعني كتير لخص قصص بلحظة واحدة ما قدر تصورها هاي الصورة لأنه كانت كتير كتيرا من نسبة إلي قوية فمتلو عم قل لك يعني الناس بتفكر إنه البشاعة لنقول هي الدم ولا هي الدمار وهي هون منظر ما كان فيه دمار ما كان فيه دم كان يوم عيد يوم فرحة يعني بس فجأة بطريقة ما بقدر إشرحها بيجي الكاف بيجي الكاف قوي يعني لدرجة ما فيك تصور الصورة بتفتح جروع عديدة ندوب عديدة عمية بتكون موجودة بتطلع على سطح الزكرة طفولتك كيف كانت؟ جميلة أكيد يعني ما عندي كان أهل بيعزبوا ولا أهل بيضربوا يعني هالأسس اللي نسمع عن الطفولة الحزينة بس طفولة أول شي متنقلة يعني أنا كبرت ولدت بالشام طبعا بسوريا كبرت بترابلوس بليبيا وبعد فترة أهلي قرروا يجووا لبيروت وصارت الحرب ببيروت وقعدين رحت على باريز على أساس ست شهور أو سنة بالكتير لبينما يروق الوضع ببيروت وبنرجع وضليت لليوم يعني ضليت 45 سنة فهتنقل هذا يعني بين سوريا وفرنسا وليبيا ولبنان هذه كدولة عاشت فيها وبنفس الوقت أنت غطيت حروب عديدة غطيت مهرجانات عديدة صورت شخصيات من العالم مشاعرين من العالم هل تعتبر نفسك مواطن من العالم أكيد عربي متجول أكيد أم سوري حتى الصميم شوية من الاثنين بس أكيد يعني بسوري بلدي مشكي حتى يعني كثير بحس بهال دمشقية بقوة بس كمان مواطن العالم لأنه أنا من الناس اللي عندها شو بقوله لعنة ونعمة بنفس الوقت يعني أنه أنا كثير الأماكن بتحطني فيها بحس حالي بالبيت بنبسط فيها ما عندي مشكلة بتنقر إن كان بسارييفو أو بتونس أو بنيويور بنيويورك أو بكثير عمانة مواطنة ما بحس حالي الغريب يلي بخاف عن المكان فهي نعمة طبعا بس كمان نقمة أو لعنة لأنه ما في ولا محل هو بيتك ما في اللي بيسموه الإنجليزي هوم يعني أنه هوم أنا هوم في أول على الشام في أول على باريس في أول على بيروت في أول على ترابلوس كثير محلات من هوم فمعناها أنه ما في محل واحد هو هوم فهي كمان مشكلة بتعلق بالمكان أو بالشخص بيظن بالمسيرة بالتكوين بالتجارب نحنا كلنا بظن اللي بيهل وضع هاد وفيه كتار يعني بيناس ما بيحكوا بس فيه كتار هيك بيصير عنا نوع من انفصام شخصية بس طب نكبر بالعمر ونضرج أكتار ويمكن تجارب على الحياة والتما نحس حالنا أنه يعني السنوات اللي بيقيت لنا أقل من السنوات اللي عشنيها نشعر بانتماء أكتر للأرض اللي جايين مننا نحنا جزورنا على أصولنا يمكن كلمة جزور معنا حلوة لأنها هي بتكون مرتبطة بالأرض وبالدود وبالطراب بينما هي الأصول يمكن انكها مختلفة بنشعر أنه نحنا بدأ نرجع بنحكي عن حالنا نحنا ولاد المشرق العربي بشوف أنه اللي لبناني يلي عاشوا حروب هرب منا هي اللي كبر بالسن طعن بالسن وحتى الشباب يلي أنا من عمري وأصغر مني وينما كانوا بالعالم حتى لو نجحوا يعني عانقوا سلم النجاح يرجعوا لهون في شي متعلق بالأرض بيشدهم لهون أكتر ونفس الشي ينطبع على فلسطين يلي خسر الأرض ينطبع على السوري يلي اليوم صار سوريا الشتات يلي صار متناثر بالعالم كله الإراية أيضا نفس الشي يمكن بلادنا نحنا بها المنطقة هاي دي عشنا تجرب مختلفة عن بلدين أخرى من العالم العربي اليوم هل بتحس حالك أنه اشتقت أكتر لدمشق لبيوته لمعالمه ليسمين اللي فيها للناس اللي فيها هاله اشتقت أكتر لأنه في روح هاي بتأثر بس قصة العمر اللي عم تحكي عنا يعني بحس فيها لأنه كتير ناس حواليه صاروا بنا نقول فترة ثالثة من عمرهم يعني فترة بعد العمل بعد الشباب وبعد العمل هلأ صار لنقول نوع من مش تقاعد بس أنه فترة تكون أهدى أو أركان فكتير منهم عندهم هالسؤال وين بدي مضي هالفترة هاي بدي مكان راية بدي مكان جبال يعني في كتير هذا سؤال مطروح وكتير منهم مع مع تعلقنا بمنطقتنا وببلداننا في كتير ما بيعرفوا لأنه أو الوضع الأمني صعب أو الوضع حتى المعيش اليومي صعب يعني إذا إذا أنت بدأ نضي نهارك عن تضبط الكهرباء ولا عن تضبط المكيف ولا عن تضبط المي ولا ما في مي ولا في مي يعني كل هالأساس في كتير بيقول لي لا الله أنا بفضل يمكن يكون بإسبانيا ولا يكون باليونان ولا يكون بمناطق هال مينموم لنقول البسيط يلي بكتير بلدان انحل من خمسين أو ستين سنة يعني أنا أتكون باريز وبحكي عن مشاكل الكهرباء اللي تصير معي بيروت الناس بيطلعوا وبيفكروا أنه عم باخترع أساسه ما بيبقى لهم أنه شيء معظبوط تنقطع الكهرباء كاليوم شيء من غير زمن شيء من غير زمن تماما يعني مثل الشعالي بسيط ما ديك اليوم حكينا فيها أنه مثلا بيوروب عم يبيعوا هلأ سيارات ما فيها دولاب غيار لأنه ما بقت تبنشر السيارات طرقات نضيفة بشكل أنه مش مستحيل بس أنه كتير نادر هالحداث فبقلوا لك ما في داعي نحط دولاب بالسيارة يعني نحن عنا هون كل يوم منشوف سيارات وبتبنشر معنا يعني بتحس حالك صرت بفترة أو بزمن مختلفة في مسافة يبقى بين الحداثة اليوم يعني العيش العالم كله وبين رفاهية الحياة وبين حياتنا اليومية تقص حياتنا الصعبية صحيح بس من مقابل عندك هالدفع من بتلاقي بمحل تاني عندك حب الحياة عشق الحياة بتمشي على الطريق بتفتح لك الجرال بيبتلك أهلا وسهلا فيك بتشربها بمع صديلة لك هالأمور سهلة كتير بحياتنا وهي برأيي أجمل ما في أوجه بطاية الحياة هل بتشوف أنك انت اليوم أخطأت بخياراتك السياسية انت معارض للنظام نظام الأساد انت رهنت على سقوط هذا النظام واستمر ويمكن يبقى يمكن يستمر هل بتشوف أنه انت أخطأت وبتقول يا ريت برجع الزمن لورا تغير مش قناعتي بس تتصرف بغير طريقة وقدر كون في عندي إجرون وإجرونيك لا لا بصراحة لا أكيد أنه النظام بقي بس كمان كانت المسألة كانت كتير كتير قبل كل شيء أخلاق اليوم يعني عم أقول الحكي لأنه كمان هاليومين عم نحكي كتير بها سؤال يعني أنه هل لنحكي عن فلسطين وعن غزة هل نحن نستعدين نغمد عيوننا على أي شيء اللي حتى نحصل على اللي بدنا يعني يعني إذا أنا بدي يضل روح على سوريا وانبسط بصحنة تسقية بريحة الياسمين ولا بشوف أصحابي أو عائلتي بالشام هل مستعد أقبل أي شيء أنا بظن هذا الرهان السيء اللي كتير ناس منه عملوه من خمسين سنة تقريبه منو معلشي منشوف بعدين ماشي الحال بيروت هون الموضوع صار كارثة كبرى لأنه كتير ناس من ثلاثين سنة من وقت ما خلصت الحرب ضلوا هم يقولوا منشوف بعدين هلأ خلينا مبسوطين هلأ خلينا في سهرة هلأ خلينا عم طلع مصاري إلى آخرين هلأ في فرق أعمار بين بيروت وبين في فرق بس بالأخلاق عاصدي بالأخلاقية بلد هوني في حرية فكر حرية رأي حرية تعبير هوني هايتبارك هوني هايتبارك هلأ بتقولوا بصوت عالي هلأ عم تحكي بالنظام في سوريا نظام قمعي نظام توتاليتاري يعني الناس ما بتحكي الناس ما بتخاف تحكي الناس ما بتحكي مع بعضها بتشيل الهاتف بتحطو على جناب حتى ما حدا يستمع على قلب ما فينا نقارن اثنين بس كمان فيه متبالت أنت فيه نعمة ياخده كمان من العالم العربي المحيط العربي نحن من تميل قاله من الأنظمة ياخدت خيارات كمان منى مثالية يمكن لمصلحها أفضل بس لمصلح المواطن منى الأفضل وكمان العكس الصحيح وين بتشوف حالك انك انت مواطن فعلا عنده حقوق عنده حرية بغض النظر عن تقوص الحياة وعن مشاكل اليومية خاطبتنا من العالم كله ولهانا تجربتي مع اني سافرت كتير واتجوالت كتير تجربتي بظل محدودة طبعا بالعالم كله بس بالتجربة تبعي أكتر مكان بيعطيني الحقوق وهيك هو فرنسا وفرنسا اللي عندك طبعا من كل العالم الناس بيجوا بقولولي فيه فساد وفيه تخبيص والشرطة وقتك معمود ظاهرين والاخرية مزبوط بس كمان عندك آليات دفاع عن هوك فيه قضاء فيه إعلام فيه متل ما حكيتنا شوي بتحكي قصة بتنام بالبيت بتقول انه ماكرون ما بيفهم بتنام بالبيت ما حدا بيجيل عندك على البيت ما يقول لك تفضل الشراب في الجنة لا يصحبك لا يصحبك اه فمشان هيك أنا وقت حكيت عن سوريا ولبنان ما كان طبعا أكيد الحريات مختلفة والوضع مختلف بس أنا كان قصدي شي كتير نحنا ضيعناها بوسلة ضيعناها هي بوسلة الأخلاقيات فالوقوف قدام نظام عم يكسف شعبه ما في مساومة عليها وما في راجعة عليها طبعا مكلفة للأسف يعني كنت بتمنى ما أدفع سعر الكبير بس ما في راجعة ما في ندم اعتبر اليوم انه نظام الأسد أو نظام في سوريا سيعود ويحتضنوا المجتمع الدولي وترجع علاقات مثل قبل ويصور فيها التبادل الدبلوماسي اللي هو طبعا بدأ من الفترة ولح يستمر إذا بيئ النظام وإذا اليوم طلب من كل السوريين المعارضين كانوا أو اختياريا تركوا كل بلد يرجعوا على سوريا هل بترجع؟ سؤالة تب خلين نصير السؤال بغيرها بطريقة لربما انت رجعت إذا لتقيت بالرئيس لأسف شو بتقوله؟ صعبة كم شو بدي قيله يعني أنا من الناس اللي كان عندي آمل فيه كان عندي آمل فيه كنت قول هو صغير هو من قدي عاش فترة بلندن كان ياخد مترو كان عنده لنقول تفاهم لمشاكل الناس تفاهم لأوضاع الناس تفاهم للحرية كمان داعشة بلندن فكنت من الناس اللي لنقول مضحك عليها مضحك عليها يعني إجا نظام ما عنده أي مشكلة يدمر وقت تعب هو من الدمار جاب حزب الله ليساعدوا بالدمار وقت تعب حزب الله جاب الروس ليساعدوا يعني شي ما بتصوره الإنسان هل بتشوف انه رئيس الأسف الضحية تحية مجموعة مستشارين مسؤولين منصومة كانت موجودة من قبل هو رتا دخل إلى العالم اللي معترك ليه مطلق له بأي صلاة باعرف هالخطاب وسمع عنه بس ما في شي بيدل على ذلك عمار كنت تعب شوية عن أخلاقيات العمل الصحافي بنت أحكي شوية عنه أول شي انت شو تعتبر نفسك مراسل صحافي راوي مؤرخ لحظات لأحداث انت مين أنا قبل كل شي مصور يعني الكاميرا هي اللي بتعرفني عن ناس وكتير ناس بيعرفوني من مصوري ما بيعرفوني عنها بس بيعرفوا صوري بيقولوا هاي شفتها وهي شفتها وهي بعرفها فقبل كل شي مصور دانشي هالمصور أوقات بيكون مؤرخ مضبوط لأنه في صور بتدخل التاريخ مش بقراري أنا بقرار الناس اللي بتشوفها أو بتحتفز فيها أو بترجع بتحكي فيها ممكن بعد ما موت بثلاثين سنة أو بهمسين سنة ما بعرفها شي بس بس في هيك شي أكيد راوي بحب أحكي قصص وبحب أعرف ناس على أشخاص أو على مواقف أو أماكن مش معروفة وبعدين كمان راحت الوابع فترة كان في فكرة ثانية ببات لي بس لنقول وسيط أحب كمان عبارة وسيط إنه نكون وسيط بين مكان بين حكاية ممكن تكون حرب مهرجان ممكن تكون وبقدمه للناس بطريقتي بقدم نظرتي بيحبوها أو ما بيحبوها أنتو عم تشتغل الغلب إلى مين بتكون هل بتكون للمصور اللي بدو يحقق السبع الصحفي هل للمؤرخ اللي بيهمه أنه الصورة اللي عم يخدها عم التقطة تدخل التاريخ وتشكل هي بحد ذاتها حدث أمام الرأي العام والمقاد أم الإنسان اللي بيهمه أنه يروي قصة لأنه بدل قصص ما متعلم شيء ومنغتزن شيء من عبر من تجارب ومن خبرات أم بتشوف هو الإنسان اللي بيهمه يتلع معه الإنسان الآخر يشوفه ويصوره للرأي العام متل ما هو بيشوفه متل ما هو بيسمعه متل ما هو بيحب أن يكون لمن الغلبين؟ بيزن للسابع الصحفي للقصة اللي راح تكون تاني يوم أو بعض أسبوع شو بقوله حديث البلد يعني هاي كتير كتير بحس إنه هاي قاوة شي عندي فكرة الصورة اللي بتدخل تاريخ جد ما في أبدا أجزمع يعني أوقات أنا هلأ بشوف صور صورت من ثلاثين سنة قول هاي صارت تاريخية يعني الأشخاص اللي فيها اختفوا ونقتلوا أو المكان صار اختلف أو شي فصارت هاي الصورة تاريخية فالناس بعدين مؤرخين لنقولوا هلن يدي بيقرروا إذا هاي الصورة إلى إلى نفع تاريخي أو لا من الصفات اللي كنت بدي أولا قبل وراحت عن بالي كمان هي صفات الفنان يعني كمان صرت أنا ببعض الأعمال دخل الفن اللي هو بعكس صحافة ما فيه معلومة ما فيه خبر ما فيه قصة واقعية بصير عم بخلق شي من خيالي وطبقه بالصور وآرضه للناس الناس بتحبه وما بتحبه بتقتنيه وما بتقتنيه بتبزق عليه أو لا هذا موضوع آخر هذا الجمهور بيقرر الفنان بيجمل الأمور بيجمل الحقيقة ما بيقله مثل ما هي هالخيال هيدا يعني خصوصا لإنسان مثلك أنت عم بيصور الواقع وعم بيقدمه للناس كمان بيخوف إلى أي درجة أنت أوقات حاولت ما تنقلوا الصورة مثل ما هي وتجملها نحن اليوم نعرف أنك أنت انتقلت من عالم لعالم آخر كانت بزمانية نصور متذكر كيراميك كان دخل المصور إلى سيديو بيكون مظلم أسود من جوة بالداخل ويطلع صور ويعلق الصوهر بعدين تيظهرون يختار الأنسب والأفضل وبعدين تبدأ مقامرة أو مقامرة بيع الصور للصحف لو كانت الأعلام هو أهل ومجرد اليوم صرنا أنت أنا العالم الرقمي العالم الرقمي بيسمح وبتيح لفرصة للفنان للمصور من يلعب بالصورة يغير فيها يعدل فيها نحن اليوم نحكي عن زمن الفيك نيوز والأخبار الكاذبة وحكيت قبل شوية عن أخلاقيات العمل الصحفي هل أخلاقيات العمل الصحفي دي من هي بتفرض الصورة كيف رح تطلعها؟ أو قويت بهمك أنت أنك تعدل فيها لإرضاء أشخاص معينين أو ناس معينين أو جهات معينين؟ الصورة الصحفية لا مجال أبداً للتلاعب فيها لأنه هي حاملة معلومات وهي المعلومات مقدسة فتصير الصورة مقدسة مستحيل واحد فيه يلعب يفتح أو يغمق يعني شغلات كنا نعملها بسيط مثل ما قلت بالمخبر اللعب بالإضاءة هذا شيء مسموع بس إزالة عنصر أو إضافة عنصر أو الشغلات من النوع اللي هم تصير كتير ممنوعة تماماً وكمصور صحفي مهني إذا تقطت مرة واحدة وعامل هيك شيء مثل ما يقولوا حبل الكذب قصير يعني يوماً ما بيكتشف أو حتى فيه تقنيات فيها تكشف التلاعب بالصور إذا غلطت مرة واحدة اللي عم يسمعك أو اللي عم يشتري منك أو اللي عم يشوف صورك حيعتبر أنك أنت يمكن كل مرة عم تكذب فهي بتأزي كتير السماعة والمهنة والأخير فمن ناحية التصوير الصحفي أكيد ما فيه تلاعب أبداً بالصورة نفسها الآن بعدين بيصير فيه تلاعب أوقات يعني مهام ما نضحك على حالنا بيصير فيه تلاعب وقت أنت عم تصور الصورة أنت عم تصور الصورة ففيك تختار هالزاوية أو هالزاوية هون ما نشوف شيء وهون ما نشوف شيء تاني يعني هاي كثير ناس بيعرفوها أنه يمكن أن تصور مهرجاً للفيلم هون فيه بساطة أحمر وناس لابسة حلوما برشوه بس يمكن إذا رحت هيك شوية هتلاقي زبالة وناس فقرة ومكان بشع يمكن فهذا خيارك أنت ففيه تلاعب تدخلت بيوت قادة عرب ومشهيرة من العالم تصورتهم تصورتهم يعني بيحلي حلوة كتير يعني أخدت يمكن محافظة الألقاب تشار الأسد زي من العبيدين رفيق الحريري عضلت من حسين وطبعاً كتار آخرين يمكن البعض منهم ما نوع على قيد الحياة بقى كانت نهايتهم النهاية مأساوية وبعد آخر بعضهم موجود بالسلطة أيسا عرفات أيضاً صورتهم وما صورتهم بطريقة تقليدية يعني شيء بالمطبخ شيء على مقدة العشب بقوة الصفرة مع العائلة عمشوفوا تلفزيون يعني أمور حياتية تحسستهم أكدر وأكيد اكتشفتهم بمنظار مختلفة عندنا نحنا نحن نشوى الفاينل كات صورة الأخيرة متل ما هي طالعة إلى أي درجة كنت حقي بموليمة ست حقيقتهم إلى أي درجة حقيقتاً عرفتنا عليه متل ما هني حاولت تجملهم صورتهم حتى يكون في أيضاً على الناس وشفنا شي جديد جمل الصورة ما كان هذا الهدف بس أعطي صورة مختلفة أكيد يعني صورة القائد نحن عنا صورة صليبة لنقول قائد جامد بخوف موجودة بكل مكان فكنت حابب بجرب بطريقة ما أكثر هالصورة هاي وشوف شو أراها شوفي كتير حبوا هالفكرة يعني كتير كتير كانوا مين حبيتنا لأشخاص صلي مين كانوا فعلا يعني عملوا اللعبة معاك شاركوا باللعبة هي لعبة بالأخير هي لعبة أكيد وكان حقيقة وما كان مزيف وحبيتوا هلأ في منهم بيبدوا انه حقيقين بس معلوقات بتعرف انه هالحقيقة هاي مزيفة مثل مين بدنا أسماء إذا بقول أسماء رح يزعلوا مني البعض وينبسطوا البعض فما مشارك هلأ أقول أسماء بهالنون ماتوا أو عايشين عايشين بس مثلا يعني في أعطيك مسألة بسيط الأمير الوليد من طلع يعطيك وقت وبيلعب اللعبة اللي قام نحكي عنها بس تكتشف بعدين انه تقريبا كل شي كان مبرمج ومكتوم ومدروس وموجود عند الأشخاص اللي بيشتولوا معه انه تصوير بالدقيقة يعني من الساعة الفلانية للساعة الفلانية ولعب مع الأولاد أو ضحك يعني شغلات كتير كتير تبدو على صور حقيقية وجميلة بس تطلع بعدين كلها مدروسة وملعوب فيها حكو على ذكر الوليد بن طلال ما بعتاد انه هو قدر كسر حاجز بينه وبين الناس الناس دايما كانت تحسي بكل الصور بيخدها انه صور مفتعلة ومنا صور طبيعي منا صور عفوية كان دايما بهدو يصير عجاب الآخر الرأي العام انه قائل أنا مختلف تماما وأنا أنير مختلف وأنا سبع عصري ويمكن برأيي أنا يلعبوله براندنج لقاله ما نجحوا بهاشي لأنه هو يمكن شخصيته عصية على التغيير على الاقتراب من الناس يمكن عن خجر يمكن عن فوقية يمكن عن مشاكل بالداخل ما حدا بيعرف بس أنه ما قدر نجح حلو هالمسعد أعطيته لأنه شوية حيادة ما دخلتني بوجو سياسي وقاضي سياسي هو سؤال مرغوم بالشخصيات اللي اللي كانت عندها تلقائية وعندها عفوية وعندها كمان أنا شي بيمثني كثير أنه مثلا بعد التصوير أو بعد السفرة أو شي في ناس بتقول لك بتاع نتغذى مع بعض بتاع نحكي قصص اللي أنت مين يعني في كثير ناس ما بتهتم أبدا بدا الشغل وفي ناس بدا تعرف شوي أكتر فمثلا الأميرة هيا بنت الحسين يعني شخصية عالمية وكانت رئيس الاتحاد العالمي للفروسية يعني من الشخصيات اللي في جد عندها تلقائية وعندها عفوية وقت التصوير وبتتحتم فيه كمان بتسألك مين أنت وبتقلك تاع مين تغذى أو لقينا على الغذى كلمة مع بعض أو شيء مثلا الأميرة هيا بنت الحسين أو كمان اليوم هلا أصدفت هدول شخصيات رياضية بس كمان بتاعنا كثير مثلا الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اللي اليوم هو وزير الرياضة بالسعودية كان من قبل بيلوت سائق سيارات سبق فعملت عنه موضوع مرة وكان عنده هالفضول ولا هالعفوية ولا هالتلقائية يلي إلى جانب السور كمان بتعطي علاقة إنسانية خاصة عمار مين بنفسك اليوم تعرف لهم احنا عايشين بزمن كل مواطن صحفي كل مواطن مصور كلنا معنا هالتليفون بناخد صور مزبوط قوات كتير بزمن الثورات بالربيع العربية اللي صار بالحراك اللي صار باللبنان بالتظاهرات الاعتصامات اليوم بالحروب الناس بتصور وبتبعد وبتنشر وبتغرد الصورة بتنصر وفي قوات كتير صور كانت تلقائية خدوها ناس مش محترفين وصلت للعالم كله هل المواطن العادي بنفسك اليوم لا أكيد بيكون عنده أكسس أو وصول أو وقات للخبر أو للصورة قبل مني يعني إذا أنت بالطريق وصار قدامك حدث أو انفجار أو شيء يعني مثلا انفجار مغرفع بيروت وتتسعين بالمئة من الصور تابع انفجار هي صور واغوا نروع ناس عديين فهي الوصول على الحدث نفسه لا أكيد هو بنفسني وهو أشتر وهو رح يكون أسرع منه بس بتشوف عدة شغلات اللي بتصير قبل الصورة وبعد الصورة يعني طبعا انفجار مرفق بيروت ما حدا بقدر يعرف انه رح يصير فصارت قصة تصدفة بس في أحداث كثير لقاءات مؤتمرات مهرجانات غيرها نعرف قبل بعض فأنا رح كون حضر شغلي أكتر من المواطني اللي جنبي وبعدين اللي بيصير كمان هو اللي بيصير بعض الصورة شو بيصير بعض الصورة هلأ كلنا معاشين معنا كاميرات بتجيبتنا وكاميرات مليانة صور وذكريات بس إذا بتشوف المصور الصحفي أو المهني اللي فيه وراء مؤسسات أو اللي فيه وراء إمكانيات أنا هلأ بتقلي بدي صورة لتصارت بالألفين وتلتعاش وثانبان عشر سنين مفروض بعد ساعة بالكثير تطلع لك إيها أطلوب هلشي لحدا كان جنبي من عشر سنين وصور نفس الصورة بالموبايل تابعه يمكن يقل لك الموبايل ضاع أو نسرق أو نكسر أو حطيتهم على كلاود بس صار في مشكلة بالكلاود أو ضيعت الرقم السري أو يعني فيه مئة شغلة بتعمل إنه كتير ناس قلوا وهذا شي مؤسف يعني أنا بحكي مع كل أصحابي أوقات إنه حتى ذكرياتهم الشخصية وين بتروح شو بيعملوا فيها؟ يعني أوقات بقول لهم حتى تبعوها وحطوها بجرور لأنه بتضل الوراء رح يضل أما الزاكرة الرقمية إذا ما اعتنينا فيها مضبوط بتروح يعني اليوم حدا يجيب لك صورة صارت من عشرين سنة من عشرين سنة كنا نصور نحطهم على فلوبيا ديسك ديسك كبير هالقاد قدوا ما بيحمل إلا صورة أو صورتهم اليوم بعطيك عشر فلوبيا ديسك ما في وسيلة ممكن قادرنا نقراهم أو بدنا نفتش ونقيم ونحط ونلاقي ونغير السيستم ونجيب ناس يعني شغلتها وهيك صعبة كتير أما إذا انت فتعت جارور ولقيت في عشر صور ورق عليهم شوية غبرة بتشيل الغبرة وبيضلوا الصور موجودة عمر اليوم عايشين زمن انحصار الصحافي المكتوبة الصحف عم تغلق أبوابها أبرز الصحف ما بقى لا وجود ما بقى لا تأثير على الرأي العام مثل ما قلنا اليوم زمن المنصات منصات تواصل اجتماعي هي بتوصل الخبر بسرعة أكتر بسرعة قياسية والناس ما بقى في عندها القدرة على التركيز مثل الماضي مثل قبل لكن بيبقى الصورة طعم مختلف ووقع مختلف هل سبق انك تطريت تفرض رقابة على ذاتك بسبب صور أخدت وخفت انك تنشرها؟ في هيك شيء أكيد بس بس بفضل أعطيك المثال الثاني من مين بتخاف؟ من نتيجة الصورة خفت على حياتك؟ على حياتي على على اللي حواليه أولادي مرتي الناس اللي بتحبني بس العكس مثلا عندي مثال كثير واضح ما حقوله اندمت لأنه بيضل الخبر والصورة معلومة بس مثلا كنت بعمان يوم 11 إلول 2001 وصار اللي صار فكنت بي مع أصدقاء مصورين أردنيين قالوا خلينا نروح نشوف المخيمات الخلسطينية شو الجب راحنا طبعا تسعين بالمئة من الناس قدام الترليزيونات ومدهوشة ومصدومة بياللي عم يصير بحثاث نيويورك وواشنطن بس في عشرة بالمئة أو رقم بسيط جدا يعني عم يحتفلوا ويرقسوا وضيفوا حلويات ويقولوا خلوا الأمريكان يدوقوا اللي نحن عم ندوقوا كل يوم وقصف وضربوا وصورناهم يعني بشكل عادي ما لا افتعلنا الصورة ولا ركبناها وصورناهم نحن وراجعين من بعد متركنا المصورين الأردنيين قالوا لي هاي الصور ما راح ننشره لأنه راح نعمل الرقابة ذاتية لأنه يمكن تأذي الأردن فيما بعد وما في داعينا نشاهده انا قلت لهم ليش اذا الواحد بيحطي التعليق الصحيح انه معظم الناس ما عم تعمل شي عم تفرجوا على التلفزيون وفي عشرة بالمئة عم يرأسوا ويحتفلوا هاي واجبنا هذا شغلتي انا كصحفي اني اروي قصص احكي شو عم يصير فوزعت هاي الصورة مع هالتعليق هذي الواضح جدا واذا بيكتشف بعد فترة انها نشرت بدون التعليق بس التعليق كان شي من نوع العرب يحتفلون بـ 11 إلول وأكيد كانت ضمن صور او فيديوهات اثرت بعقلية الناس وعليت الرئي العام الغربي لنقول انه العرب ما عندهم انسانية ولا العرب لم يشعروا بالحزن او بيهيك شي في وقت حد عشا يقول فهون يمكن قعدت بعدين فكر راجعت لنقول القرار ما بقدر اجزم انه يعني ما ارجع ان شره لو كنت بنفس الوقت بس جد فكرت كتير بالموضوع وموضوع الرقابة الذاتية وموضوع النتائج او اللي بيصير من بعد الصورة يعني بعد ما الصورة تنتشر مع عدة ملكة صورة ملكة الناس يعني الناس هي بتتتنقلها بتحط عليها تعليق اليوم عالموبايلات في شيرينج او هالقصص هي شو اهم صباح الصحافي وقعته اكتر صورة تم تدولها اعتبر هي كانت زبدة العمل يلا امت فيه وعملته انا بالنسبة لي سبا صحبي كان كتير جميل هو لقاء مع ستيبن هوكين العالم الفيزياء الشهير بس كنت تكون مش اكتر صورة تم تدولها العمل اللي صار مع ملك الاردن عبدالله الثاني بن الحسين قبل ما يصير ملك ببداية اشهر انتاجت عنه موضوع مطول يعني هو والملك الرانية هذا نشر بتقريبا كل اللغات بدول يعني ما بعرف فيها ما سامعا فيها وطبعا بكبار المطبوعات كانوا حقيقيين؟ كانوا حقيقيين كانوا حقيقيين بس كمان هون اكتشفت فيما بعد وبكلام الملك عبدالله نفسه انه التحقيق هات كان كمان نوع من جزء من استراتيجية التعريف عنه وتمكينه من هو تعرف ما كان وقته ولي العهد كان ولي العهد عمه فانه هاد الموضوع نفسه كان نوع من اداة لنقول لا يصير ولا يعادوا بهذا الملك من الشخصية هي اللي كان بتحب التائف فيها ما التائد فيها بتاعتها ده انت انه لو قبلتها وصورتها كان شكل الصباق الصحفي لا اليوم بقوله يعني تضل الناس بقولي حاجة تقول الاسم وهذا بس تضل اوله لانه كتير بحبه وكتير بتتمنى لانه تكون صباق صحفي على قليل لا قليل يمكن الناس ما تهتم فيه ما بعرف بس اللي هي فيروز يعني فيروز بتضل بالنسبة اليه مثل حلم يعني ايكوني شخصية غير عادية الصور لقالها كتير نادرة اخر صور طلعت هي وات كانت مع الرئيس ماكرون بمصورتها مصورة الرئيس ماكرون وصور كان مفروض ما تكون ما تنتشر يعني وانو شرعت بس ايه مثلا هاي شخصية ممكن صلى عشرين سنة بجرب او بحاول او ببعث رسائل هون وهون واذا صارت بعتبره لا اليه صفاق صحفي هائل عمار اليوم كلنا عايشين زمن شكوك وخوف من بكرة شو رح هيصير انا على مقرب منه في حرب ضارية في قطاع غزة في عالم كله مجيش ضد الشعب الفلسطيني دائما بالحروب الكبيرة الابرياء بيدفعوا التمن اكتر شئ في خوف من انه اجابهات شبهة لبنان اجدوا تنفتح خافية من حرب ايضا هنا لو كان اليوم عمار عبدربو موجود بغزة وعم بيوسق لهالحرب عم بيغطي هالحرب شو كان بيفكر ينقل كصورة للناس للرأي العام انا بهالحالات هاي دائما بحب او بجرب نقول صورة معاناة المدنيين يعني الناس كلها من عدة ايام ما بتشوف الا المسلحين يلي قاموا بالعمليات من الطرفين والضحايا الاسرائيلية بس المدنيين لنقول يلي ما لهم علاقة بحماس واحد موجود بغزة ولد بغزة وراءه من غزة ما في روح لأي مكان بالعالم يمكن ما يطيق حماس بس ما عنده خيار وما حدا بيحكي فيه هادول انا اللي بيهموني كيف بده يربي ولاده كيف بده يعيش كيف بده يأكل كيف بده يدمر حيه او دمر بيته شو بيعمل هاد هادول ناس بتهميه هالغزة اللي عايشين خمسة عشر سنة يسجل سجل مفتوح صوب السماء فقط مش بتقول لها الناس كيف حدا بني نسمعنا هلا يعني هنن ضحايا ضحايا التاريخ اكيد يعني اللي صار هاليامنا احنا صلنا كل الناس بيعرفوا المنطقة صلنا قدي عشرين سنة يمكن ما نقول امتى رح يصير هيك شي امتى رح يصير انفجار من الحرمان من التغيان من الظلم من الحبس من كل هالشي اكيد يوما ما بده يصير انفجار احنا هيكم لموقوته عمار لمي بتقول شكرا للحياة عزرا اللي غلط معهن اكيد بدون ما اقصده انا نبسط بهالحديث التلقاء العفوي اللي جمعنا اليوم بدأمل الحديث اللي جايه روحناه هيكم اعمله بالشامع وبحلب شو رأيك؟ بذيارات و بذيارات و بذياراتك اهلا وسلا فيك بحديث مع ريكاردو كرام شكرا ريكاردو شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة